أهلا وسهلا بكم طلاب أكاديمية القيمة الطبية في محاضرتين جديدة من كورس الإمبريولوجي أو علم التكوين جنين طلاب في هذه المحاضرة راح نستكمل كلامنا عن الكارديوفاسكولار سيستم إمبريولوجي راح نفتهم طلاب نكمل كلامنا فيما يخص تكوّل القلب ثم طلابنا نتحول إلى موضوع مهم جدا شاب خلّبكم الكلام اللي راح نناقش في هذه المحاضرة أساسي جوهري في فهمك لكثير من أمراض الأطفال طلاب المستقبل هذه الكلمات والمعلومات راح نقولها هنا كل شيء تفيدك شاب بكورس الأطفال مادة الأطفال لنطلاب خلّب لكم هنا راح نحن نحكي عن تشوهات القلب القلب المشاكل اللي يصير في داخل الإمبريولوجي مع الهارت بما يؤدي إلى تشوهات في القلب تشوهات شاب خلّب لكم بالصمامات مع القلب يعني شاب تشوهات بالشرائين الكبرى والأساسية بإضافة شاب تشوهات بالحجر مع القلب نحن طلابنا القلب مكون من أربع حجر أحيانا نصر هناك تشوهات شاب بالممرات بين حجرة وأخرى كلية ندني راح نحن نفتهمين في هذه المحاضرة أنا أكتو عبد جابر حمد خيشكة الطب من جامعة بغداد وأهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة يعني طلاب إحنا لو نباوع على هذه الصورة للوهلة الأولى مثل ما يشوفون هنا خصوصا بالصورة رقم أي هادي لو يشوفون أنه الهارت أول ما يتكون التجاويل في داخلها هو بالحقيقة عندنا كمن أتريم أنت كمن ذنتركل طلاب للوهلة الأولى بالبداية أن الأتريم يكون مربوطين على بعضهم وهما يفتحون باتجاه اللي هو عندما طلاب لمن ما يدور ويكمل عمية راح يصير تكون فاتحة على شاب إحنا لازم نحول هذا التجويف اللي شوفوه واحد راح لازم نحوله إلى أربع تجاويف الأترية لازم نقسمها إلى ثنين أترية والفنتركل لازم نقسمها إلى ثنين ونفصل الأترية عن الفنتركل لذلك طلاب مجموعة من الخلايا هذه الخلايا تسمى طلاب هذه الخلايا مهمة جدا هذا أنه أساس الأمراض كل أمراض القلب من وراه هنه هذين الاندوكاريال كشنز هذين طلاب طبعا هنه مجموعة من الخلايا مثل ما يشوفونها موجودة على الطرفين دي two laterals وأكو انترير وبوستير طلاب لو تبعون يعني أنه إحنا لو سوينا هسه cross section لو قصينا الأترية وتخلصنا من عدة وضينا نباوه على الفنتركل بس طلاب مثل ما شوفونا هذا هو الفنتركل إحنا قصينا الأترية وده نباوه عليه شاب اكتزا cross section ده نباوه عليه من فوق نشوفون شاب إنه أنت عندك يعني هاي فتحة مشتركة ده تربط الأترية وي الفنتركل هاي أترية اتنيناتهم دير الربطون وهي الفنتركل فبالحقيقة احنا شنو عدنا شاب عدنا anterior and posterior أو superior and inferior endocardial cushions و lateral يعني طلاب الحقيقة احنا عدنا أربعة يعني من كل جه اثنين lateral و anterior و posterior أو superior and inferior ما كفو لقشاوه فاحنا خليوا بقى بطلاب هذن راح يبقى نيحاولا يخسرن القلب بالإضافة لأنه شاب يتحولا يردن تنينة هذن ال endocardial cushions طلاب لحقيقة تريدي تكون لك atrioventricular canal طلاب لحقيقة هنه ذني ال endocardial cushions هي اللي راح تسوي لك وستساعد في تكوين الصمامات الأربعة شلون يعني شلون دا تساهم في تكوينه طلاب مثل ما شوفون هذه الخلايا هي مثل ما قلنا طلاب مجموعة خلايا عجينية مجموعة شاب كتلة هائلة من الخلايا يبقى طلاب إنه مجرى الدم هو اللي يغير شكله نخلوا بكم طلاب من هذا يجي يدخل الدم يدخل الدم هنا إلى ال right atrium فذلك طلاب يضربوا بهذه الخلايا من يضرب به دا تغير شكله مثل من تشوفون شباب دا تتغير شكله دا تتحول من كتلة عجينية إلى رقائق إلى leaflets شباب بالضبط مثل أوراق الشجر هذه يعني شباب السمك ما يتحب شكلها هي نفس أوراق الشجر وكذلك شباب تخيلوا يعني عجين أنت دا تضغط عليه تضغط عليه تضغط عليه راح يصير على شكل رقائق فإذن طلاب هذه الرقائق الصغيرة هذه هي راح تكون لك بالمستقبل الصمامات صمامات القلب فإحنا طلاب عندنا تيفي اللي هو اختصال لكلمة tricuspid valve اللي هو هذا طلاب tricuspid valve اللي يعني يفصل بين ال right atrium وال right ventricle وعدنا mv أو mitral valve اللي يفصل بين left atrium and left ventricle انت تشوفون شباب هذه الفتحة الواحدة هذاني راح يبقى نيرتقن وكل وحدة راح تكون لها يعني صمام خاص به the mitral valve and the tricuspid valve بالتجرب كل ventricle راح يكون ويأة valve يساعده في عمية التقلص فعليه طلاب خلوا ببالكم نحتي عن ال atrio ventricular canal وكيف سوف يتم فصلها وتكوينه لو نقرأ طلاب بأول نقطة at early stage في المراحل الأولى the canal connects the common atrium and the left ventricle primodium only ديقولك بالمراحل الأولى مثل ما يشوفونه هنا the two atria هذاني أو ال common atrium الاتريوم المشترك يرتبط مع ventricle واحد ألا وهو left ventricle أو يسمون left ventricle primodium يعني بس left ventricle هو اللي راح يرتبط مع الاتري لكن يعني شاب later on the canal is enlarged هاي القناة راح تتوسع بسبب يعني شاب انه يعني بسبب انه يعني right ventricle دي كبر ويعني بسبب دوران القلب وإستكمال اللوب مالتي بدي يقولك the canal is enlarged راح تتوسع هاي القناة حتى تشمل right أيضا side of the heart يعني or right ventricle لانه كانت مربوطة فقط مع left فبالتال الطلاب هذا يؤدي الى انه تكون common atrium مربوط مع right ventricle ولا الاسبوع الرابع يعني نطلب قلبكم احنا نكملنا الاسبوع الرابع راح نبدأ ندخل بالخامس راح تبقى تتدخل هذه العمليات راح تصير يعني يقولك انه at the fourth week بعد الاسبوع الرابع the four atrio ventricle endocardial cushions develop at a canal posterior posterior and two lateral cushions يقولك انه انت هنا نفل اللحظة هذي راح تبقى تتكون الاندو cardinal cushions او اسمها الكامل arterio ventricle endocardial cushions طلاب ليس منها cushions لانه مثل ما يقولنا تراكيب يعني عجينية بالضبط مثل cushion شون الكوشن طلاب مع السفنجة او يعني السرير يسمونها ايضا cushion طلاب خلو تراكيب ناعمة واسفنجية هي موجودة على انها superior and inferior or anterior and posterior and two lateral هذين طلاب قلنا تراكيب عجينية هو الدم راح يغير شكله لونستكمل طلاب these cushions هذه الاندو cardinal cushions if yous with each other راح تحاول ترتبط مع بعضها حتى تسوي لك right and left arterial ventricular orifices راح ترتبط مع بعضها وترتب روحها حتى تسوي لك tricuspid valve and mitral valve لاب tricuspid valve هو right orifice بينما الماتر valve هو left orifice the mizain kymal proliferation developing around these orifice are hollowed by blood flow forming cusps يقول لك انت هذه الخلايا بسبب جريان الدم سوف تصبح مجوفة ورقيقة يعني خلوا باقي خلوا باقي جريان الدم هو اللي جاي يخلي هذه الخلايا هذين تكون شاب بالإضافة لأنه تحول إلى cusps معناها leaflet معناها مثل الرقاق يقول لك hollowed by رح يخليها مجوفة hollowed by blood fizzle ما يؤدي إلى تكوين cusps أنه تكون لك يعني مثل شو شاب leaflet معناها مثل ضبط مثل الورقة off mitral and tricuspid valves طب خلوا بقى لكم أنه right يعني هو مكون من ثلاث رقائق three leaflets بينما mitral مكون from two لذلك اسم شاب mitral two طلاب هسا راح نبدأ نحتي شنون راح يتم فصل الم يعني بال bulbos cordis قلنا راح نقسم إلى proximal part middle part and distal part فذلك طلاب خلي لبقى لكم middle part اسم conos cordis وكذلك شاب ان distal part اسم truncus arteriosus هذين طلاب فحن راح نركز على truncus cordis وال truncus arteriosus طلاب خلي بقى نحن راح نركز على القطع النهائية اللي المفروض تطلع من هذين القطعة اللي هو truncus arteriosus وكذلك راح يرتبط بال وهم يمثل شباب the major arteries الرئيسية اللي راح تتوزع يعني توزع الدم إلى ما للرأة أو لمجرى الدم يعني خلوا بقى نحن نحن عن اليوم حرف A وال pulmonary artery هذا راح يود الدم لل pulmonary الرأة وخلوا بقى هو الرئيسي في الدورة الدموية الصغرى ثم طلاب نحن عدنا الرئيسي والذي هو الرئيسي فيما يخص شباب الدم أو دورة الدموية الكبرى شباب خلنا نباوع النورمال بس أصفن أنت وباوع وركز وياي بالنورمال الاناتومي ببداياتهم أول بداياتهم البلمناري هو anterior والأيورتا هو بستير هاي أول ما يطلعون من الهارت يقول أن البلمناري سيكون انتيريار والأيورتا سيكون بستير بعد بالنهاية سينقلبون بالنص سيكون متوازين بالنهاية سينقلبون تشوفون شاب بالبداية بالنص سيكون متوازين بالأخير الأيورتا سيكون انتيريار والبلمناري سيكون بستير سيكون هذه الصورة أيضا هنا بالبداية البلمناري قبل الأيورتا بعدين اثنين سيكون متوازين بعدين الأيورتا سيكون هو الأنتير والبلمناري هو البستير ما السبب في ذلك ببساطة لأن هذه ترنكس أرتريوسس شاب ترنكس أرتريوسس معنى هاي الأرتريس ملمومة سوى ترنكس أرتريوسس هاي الترجمة يعني ترنك رابط لك راح يصر بي شباب راح يصر بي يتكون في وسطه طلاب يعني صفيحة هاي صفيحة شاب حلزونية الشكل هاي صفيحة الحلزونية راح تفصل ومثيناتهم شباب شلون شكلها يعني هو شلون تكون شكلها شرح يكون اتجاه يعني خلي بقى طلاب اتجاه انت مو مطالبي بس انت لازم تفتهم هي جاي تفصل جاي من هاي شباب هاي الصفيحة الحلزونية شون تتمشي في داخل فتفصل الى ايورتي عن بالموناري ترنك هي من تفصل راح تكون بالبداية انتير والايورتي بعدين بالنص راح يكون ثم متوازين بالنهاية لا الايورتي تكون انتير والبلموناري تكون بستير لك طلاب ببساطة راح يبقى يتكون راح تكون واحد للثاني وخلو باكم شاب راح يبقون يفترون فيؤدي الى تكوين يعني طلاب ببساطة يؤدي الى تكوين الماء يعني يعني ال ايورتي والبلموناري ارتري يعني يقول انه انت عندك هذا التركيب الحال الزوني راح يطلع بالترنكس ارتريوسس وكذلك بالترنكس هي دورزل لكن بالترنكس ارتريوسس هي سوبيل عند ان فيير يعني بس خلو باكم شاب انه هناك اختلاف بالتسمية هنا هذن النتوء بالاخير بالاخير راح يندمج نسو مع بعض سوي لك صفيحة على زونية تفصل لك الايورتة عن البلماناري يعني راح تتجاه الاخرى تؤدي لك تؤدي الى تكوين تفريغ بين الايورتة والبلماناري ارثري ينفصل كل واحد راح يصل الارتري خاص بارتري الى استقلاله الخاص طلاب خلبكم هنا في القاعدة راح تبقى تتجمع ايضا الخلايا وسوف تكون ما يعرف بالمستقبل الفاف سميلونر فاف هنا راح تبقى تجمع والسوي لك يعني الايورتك فالف يعني طلاب هنا في القاعدة بالقاعدة من هذه التراكيب يعني بقاعدة او الروت و الروت ستتجمع خلايا خاصة راح تسوي لك هنا الفالف فاحنا بالنهاية راح يتكون لدينا الهارت اللي هو مكون من اربعة فالف اللي اصل لهم من الاندوكاردية الكوشن بينما هنا احنا عدنا تو فالف اللي هي الايورتك اللي اصل لهم طبعا او سببهم الرئيسي هو اللي قامت بفصل الايورتة فاذا طلاب خليوا بقاكم هنا راح تصرفي داخل طلاب هاي الصورة كلش حلوة هي بها كومة اشيارات تفهمك كل اللي صار خلال عملية سببتيشن اوف ده هارت لابشون هنا انو الهارت بدأ كشيمبر واحدة كنقول غرفة واحدة سوف يتم تقسيمه الى اربعة ورف انو ينزل ببداية يعني اشعروا اول سبتم اللي هو خلي باكم سبتم بريموم يعني حتى يفصل تو اتريا واحنا عدنا تدريجيا طلاب هذي التراكيب راح تنمو تتطور بمساعدة الاندو راح يأدي الى تكوين شعب هذا هو الفول هارت يعني متنم يشوفون هنا عندك تو سبريت تو سبريتت اتريا وهذين الاتريا والفنترقلز موصولين واحد عن الثاني عن طريق فالبز نشوف شعب انو الفالب في نهايته عبارة عن مجموعة تندنس هذي ترتبط مع الفنترقل عن طريق خلايا تسمى بابلاني مصولز هاي بابلاني مصولز شعب تشلب داخل يعني تشلب بالفالب وهي تفتحها والسدة يعني مع حركة القلب ومع تقلصات القلب خلو بكم شعب الجزء المتبقي من هذه المحاضرة راح نخصصها انو نحكي عن امراض لها علاقة او مشاكل شعب بالهارت خلو بكم هاي الامراض ايضا اساسية ومهمة انت في الغالب مطالب من عندك انو انت تعرف فقط الاسماء لكن اشوف من الضروري والمهم انو تفتهم التفاصيل الداخلية مع هذه الامراض هسا طلاب راح نحكي عن دايورتيكو بالمونري سبتم واللي هو الحاجز اللي يفصل بتوين دايورتي واند بالمونري ترونك طلاب دايورتيكو بالمونري سبتم هو بالحقيقة سبايرال هو شكل شاب مثل ما يشوفوه حلازوني او عشق سبايرال هو يفصل ترونكس ارتريوسس اللي هو موحد مثل ما يشوفوه يفصل الى جزئين يفصل الى ايورتي انبالي ترونك دايورتيكو اذا اقولنه الى اذا اقولنه هذا البتم شنو اصله نقولنه هو جاي من مجموعة من الخلايا اللي هي مزين كامل سلس أصالها فم دينيورال كرس سلس هاي تحفظ هذا التركيب ان كلش هو مهم وعن نحكي ذك عنا اكثر ان شاء الله بالنيربس سيستم دفلوبمت وهذه طبعا هي شاب تسافر الى الترنكس ارتريوسوس تحدي ينطلع في منطقة اسمها كونس اول الترنكال رجز يغرو واندفوز وذيش ادار تفوم سبتم اللي هو قريب تلكلونال بارت يقول لك انه يساوي سبايرل هنا قريب لمنطقة اسمها كونس يقول لك طلابنا بيكوز تبلمين ترنك انت ايورتا ارساب ربان ايورتا ربان ايورتا يقول لان ان الايورتا والبالمردين فاصلا عن بعضهم وهذا الفاصل وبناتهم حل زوني فالتالي التالي البيناتهم راح يتغير لك تلسل الانترنك انت ايورتا تختلف في الجز السفلي والاوسط والعلو يقول لك في الجزء السفلي هناك يقول لك سبتام و سبتام هوا في المستوى و يتبعون مع ايضا يقول لك هذا شوف هاي القطعة اللي هناك راح تكون في نفس المستوى يعني قوية قوية يقول لك الجزء من الايورتة بإضافة للبلماناني في بدايته هو متوازي يعني على الصف الثاني سبتام هنا سيكون يعني انتيريار سيكون البلماناني و سيكون الايورتة هذا وين شوى نحن نحن بجزء السفلي بالتالي البلماناني سيكون انتيريار والدسانيك ايورتة سيكون باستيريار بالمدل بارت شون راح يكون الموضع يقول لك انه هناك ساجتال فبالتالي يقول لك باستيريار سيكون الموضع باستيريار مثل ما نشوف هناك طلاب عفو مثل ما تلاحظوني هناك طلاب يقول لك انه انت بالجزء الأوسط راح يكون انت عندك ساجتال فبالتالي راح يكون هذا هو باستيريار راح يكون الايورتة اس دا انتيريار شاب باختصار انه انت تحفظ لور بارت از كورونل افر بارت از كورونل وبالنصب بينهم هو ساجتال هنا طلاب مثل ما يشوفون البلماناني ترانك اس انتيريار بعدين الايورتة تكون باستيريار بنا نبدأ 1997 ما تلاحظون وظيفة اندو يحمي شابه قليلا باكم اي شابه شاب نلاحظون هذه هي بالحقيقة الاندوكارديال كشنز أنا لك متفقين أن الاندوكارديال كشنز مكونة من سوبرير واند انفيرير بارت أو من جزئين فالجزئين راح ينمون باتجاه بعضهم لحيك طلاب هذول راح ينسدون هنا هاي قطعة راح تنسد وبالتالي راح ينفصلون بعتها إلى جزئين مثل ما هو واضح هنا فاللحيك طلاب هذا راح يكون وهذا راح يكون شاب دائما أنا من شين طالب لون تسأل نفسي ليش الميترال 2 وليش تركز بده 3 ليش يعني الثين أنتم تقريباً نفس الوظيفة يعني ان SCHÜHGT تركز بده 3 لي هو يفصل بين الرايت اتريا ورايت فانترقل الميترال لي يفصل بين الفت اتريا واتريا وكذلك الفانترقل ليش هذة 2 وليش هذة 3 يعني ما أقول تركز بده اهمي من الميترال شاب الموضوع ما بي يعني حدا تفتم بالموضوع ببساطة انه انت هذا الاندوكاردالكشن شاباب راح تنفصل عن بعضها بطريقة غير متنازقة they will separate obligally بها الطريقة هاي فبالتالي يتراي كسبد فالب داياخذ كمية من الاندوكاردالكشن اكثر مما داياخذ الميترال فبالتالي تراي كسبد راح يكون ثلاثة فالبات او ثلاثة فالبات او ثلاثة فالبات بينما الميترال راح يكون two only ساب يعني in the av canal the sub-indocardial mesenchym polyphrate هذه sub-indocardial mesenchym شاباب هي المادة الجو الاندوكاردالكشاب الاندوكاردالكشاب تحت الاندوكاردالكشاب راح يبقى ينمو وحي سوي لك شاب ثري سوالينجس سوي لك الثلاثة سنقول عليها ثلاثة نتواءات او ثورمات صغيرة والي هي انتيريير وستيريير وسبتل قريبة عالسبتل هاي ثلاثة these swallings are enlarged and meet each other in the woman شو شاب هذني راح يكبرا بالحجم شوفون هذني هنا راح يكبرا بالحجم ومو بس هيتش راح يقتربون من بعضهم ويلتقون هنا راح يلتقون مع بعضهم هنا بالوسط هاي السوالينجس طلاب الفكرة انه هي مثل العجين هدك تعرف انه هذني السوالينجس هذه هي مثل العجين فلذلك طلاب تخيلوا اذا انت سائل وقع عليهم اذا الدم دفعهم شو راح يصر بهم يعني تخيلوا اذا شاب عجين وانت جريته راح يتحول الى مثل ما تلاحظون طلاب هذي الى في التركيب رقيق يقول لك هاي السوالينج الي هنا ثلاثة والي هي تغطي اللومن هنا يقول لك لما الدم يمشي داخل هذا الفنتر كل راح يجبرن انه ينجرن الى الداخل فرح يكون شاب هل من اسمه ليبلت مثل الورقة شايفين شاب ورقة الشجر او الورقة ما للنباتات من يصر عليها ندى او يصر عليها قطرات شون تنزل اللي جو تخيلوا يا طلاب هذي هي ورقة ما النباتات تخيلوا شاب هنا راح يصر قطرة فطبعا الورقة وهي الوقت راح يصر طبعا راح تبقى تميل الى الداخل بسبب قطرات المطار او اي قطرة راح تخليها تنجبر انه تدخل الى الداخل يعني لو نرسمناها بطريقة ثانية تخيلوا انه شاب كانت بالبداية على شكل عجين اللي هي هذي كانت على شكل عجين بدأ الدم يدخل الى داخل الفنتركل هذا الشي شاب تجبر هاي القطعة من العجين الدائرية انه تصبح تصبح مسطحة وتدخل الى داخل الفنتركل بتلاحظون طلاب هذي هي هذي هي السوالينغ دخلت الى الداخل صارت مسطحة نقول لك وين ذا بلات ستريم ستارت تفلو المنزين كامل تشو دي جنريت وانه تبايت بي كونكتف تشو وهذا نطلع مثل ما يشوفون هذي راح تبقى تتحول الى طبعا كونكتف تشو وراح تبقى تدخل الى داخل الفنتركل وتحاول ترتبط حتى مع جران الفنتركل هناك 3 كسب اللي هين انتيرير وستيرير وواحد سابتل كسب معناها ومن الداخل هي مربوطة بإندوكارديوم The free margin of the ventricular surface of these valves are connected to the thick trapecury شوف هذه النهاية مالي الورقة لترتبط مع الفنتريكل وهذه رح تسوي لك مجموعة الخيوط احنا نسميها طبعا Chord tendine واللي هي ترتبط مع البابلري muscles inside the ventricle طلاب هذين الكوردة tendine هذين تشوفوا شوف هي عبارة عن مجموعة من الخيوط ترتبط مع المسلز وتساعد في التقلص او تساعد في ان الفالس تنفتح وتنسات نحن 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 عن الميترالضب الميترالضب قلنا بما انه الانقسام مال هذه الكشنز رح يكون فبالتالي ما رح تكون هناك مساحة كافية للميترالضب رح يتكون من 2 ليلات 2 فالس وهذا منسؤل عن حماية وهو مكون من نفس الطريقة شاب من يمشي الدن بي رح يتحول الى ليلات مكون فقط من انتيرال وانبوستير رح يكون التكوينه بنفس الطريقة مجرد انه الدم يفوت به رح يحول الى مسطح هالي الخيوط بالاخير رح ترتبط داخل الفنترقل اللي هي شاب خليب باركم العضلة اللي تلزم الخياط سمه بابلا المصل الخياط شنو اسمه اسمه كوردسنديني او يسمنا تندينس كورد يقول لك هناك فقط 2 كاسب في الانبوستير اللي هي انتيران باستير ليه شاب بسبب الاوبليك سيباريشن من اندوكارديال كشن لذلك هو طبعا مكون من 2 كاسب اللي سمينا مايترل قلو نسميه باي كاسب شاب مايترل هي اسمه القبعة مع القسيس الرئيسي بالكنيسة اتمنى يعني اتمنى انه انتو ترحون بالجوجل هسا تبحثونه في هاي الكلمة بشاب متر اللي هو بالحقيقة القبعة مع القسيس او البابا اللي هي يعني بالكنيسة اللي هو شاب يسموها مايترا لأن شكله يشبهه فسموها مايترل هاي الفكرة من الموضوع هس الطلاب راح نبقى نحكي عن البلموناري انت ايورتيك بابس شاب راح احشي لك الموضوع باختصار شديد جدا وراح نبقى نحكي شوف الدخل اللي موجوده والمكتوب احنا اذا ربما شاب هي الامبريولوجي مفاهيم بسيطة كلش بسيطة مجرد انه صورة واحدة ستفهمك الموضوع باكملة لكن الكلام هاي الامبريولوجي معبد وصعب شوف شاب احنا عرفني انه احنا الايورتيك عن البلموناري ترونكس هذول اثنين هاتهم طبعا طلاب هم راح يصير بيانتهم سبتم وهذا السبتم قلنا عليه سبايرل احنا وين موجودة هي رأيك هي موجودة في الأفر بارت بالميدل بارت لو باللاور بارت منطقيا وبلا اي تفكير هاي الفالوز موجودة عند اللاور بارت نحن نسأل نفسنا سؤال اللاور بارت شلون ترتيب الايورتي والبلموناري قولنا انه هو كورونال و البلموناري ترونك انتيريار والأيورتي هي بستيريار هذا اتفق نحن ننجي نشوف لان انتم تلاحظون طلاب هذا هو الترنكس ارتريوسيس هذا هو السبتم فروم اي تو بي هذا السبتم البلموناري ترانك انتيريار والايورتي هي بستيريار نسأل يقول لك انه انت عندك الحقيقة في البادئ الامر انت عندك فور سوالنغ واحد رايت واحد ليفت شو شو هذا الاصفر والازرق اضافة الى انه هالي انتيار انت عندك اللي هالي لونه وردي والاخضر هالي هي انتيار انباستيار شو راح يصير الطلاب لان انه راح يجي السبتم يفصل هالي الرايت انتليفت سوالنغ راح تتقسم بالشو شو شو تحولت الى هاي الحالة شو شو الايورت صار بثلاثة سوالنغ يعني انتيار يعني الحقيقة هاي الخضرالي جانت بوستيريار وجزء من الرايت وجزء من اللفت بينما البالمنر هاي الانتيار وجزء من الرايت وجزء من اللفت بعدين طلاب راح يفتعدون عن بعضهم وكأنه دايب يعني شو خلو ببالكم وكأنه اثنيناتهم اتمنى تركزون وياي تخيلوا اياي يعني هذه هذه وكأنه هي لا تفتره في هالطريقة هاي راح يصير انت عندك خلو ارسم ثلاثة الوان هذا الوان وهذا الثاني وطبعا هنا انا اكو انت عندك رايت انت لفت هذا الرايت انت لفت يعني انك بس تتخيل وكأنه وكأنه انطلاب هاي ترنكس ارتوليوسوس بدي يفتر دايصير بي فرع شو مشاهد يصير بي يعني خلو نقول حركة فلو تلاحظون هنا هذا التركيب هو نفس هذا لكن الفرق انه بيناتهم شوية مفترين يقول لك بسبب افتعاد العيورت عن فلو ترنكس يصير بحط طريقة هذي عموما كل واحد معتهم مكونة فروم ثري ليفلت وطبعا هاي السوالنكس ايضا راح يمشي بيها الدم والدم راح يسبب انه هي تتحول الى كاسوس سيد اغاني ذهأ ذهب لان كاسوس بيها الدم وكارديوسوس بيها الدم تطورهم هنا يشوف الاصل ما التي يختلف انه اغاني الدم اغانيث فالصف يصير من الجوم من الجوم وترحو بيها الدم بالنسبة لانة الكاسب او الفالبس اصلهم اصلهم هنا تقول اندو كاردية الكاسب بالنسبة للمويترال والترا كاسب إذا قلت لك ما هو الوصول يقول لك سب اندوكارديال ميزنكايم نطلع بالأصل ما لهذه الخلايا يختلف يقول لك شابده 2 اندوكارديال كشنز تنفل في الرايط و الرايط و الرايط و الرايط يقول لك احنا قد نعرف ان احنا لدينا 2 كشنز موجودة اثنين اصلا بالرايط و الرايط سيطلع عن اثنين جدد في الرايط و الرايط تركض اواتيوزها حاليا يحتوى على 4 أنتيجر و الرايط و الرايط من السبتم إلى كرة الجزء والرايط و الرايط و الرايط لين يجيز سبتم هذا الرايط و الرايط ستقسل من جديد الى اثنين واحد أنتيجر واحد واحد استيجر نطلب The one part goes to aortic opening and the other goes to pulmonary opening مثل ما هو واضح هنا رجل من جزء من عندك يذهب للأيرتة جزء من عندك يذهب للبالمناري ثم طلابي يقول لك هنا طلابنا هنا مثل طلابنا هناك ثلاثة في ثلاثة من الثلاثة في ثلاثة في تلاثة والدبل في هذا الحال كل واحد من عندهم ستتحول إلى مثل مشاب يتحول الى كاسب او رح يتحول الى ليبلت طبعا طلاب هنا نوعا ما الهارت يفتر باتجاه الليفت سايد يعني شوف شوف هاي الايورت راحت للليفت اتمنى تخيلوا هاذا راحت بالتالي نوعا ما تشوف شوف يصيرون متوازين وليس وحسن أن تفكير صعود هل ستطلب يتفكر تفكير منطقي هذا كل شيء في الدنيا يعني شونه قيمة هاي الدوخ الداي الخول وليش تجايبيلي لهاي المادة يعني انا ثلاثة نتوات وكل واحد سوالة وفضل وفضلت راحت هالدوخة رايت وليفت وبوستين ام صعب يا عيني شنو ومالك لا والله ما مصعب يعليك هاي موضع كل شي تحتاجه موضع اصلا كل شي أساسي لو انت اخصائي راح تحتاجه شو شاو تخيله وياي انه انت صار الطبيب وتد تسوي قسطرة وريدية تدخل للقلب وتسوي فد يعني فد عملية لداخل القلب عن طريق جهاز القسطرة انت راح يعني خلوا ببالكم شباب دي تمشي للقلب ووصلت الى هاي المنطقة للايوتا والبال ما نريد تتعرف انت بياه ارتري وهذا القدامك يا فالف انت خلوا باكم شباب هنا ماذا نسوي عميلة قلب مفتوح دي نسوي قسطرة ويدا تطبه بكاميرا عن طريق شريان ووصلت للهارتري تتعرف انت بياه فالف من دنيا الفالفات وتخيل وياي اجتك يعني نوعي الفالف رقم واحد اللي هو هذا الشكل الفالف رقم اثنين اختار لون ثاني هذا الشكل سؤالي اليك هذا الازرق شنو هذا الاحمر شنو لذلك طلابهم كلش انه تحفظ هذا الموضوع لما ما شوف انت تو باستيرير عند وان انتيرير لما شوف تو فالف باستير وواحد هو انتيرير يعني شكلهم قدامك مع انتير اعرف انه انت بلاي اوتي انسايد ايوتي زين اني اذا شفت وان فالف باستيرير واثنيا هم الانتير انا وان معنى طلاب معنى بالملو وان ارترونك هذا الموضوع كل شباب شاوي فيدك بالقسطرة الولية لما ما انت بتغطبه بكاميرا وطبع الهارتري تتباول ستعرف ويا فالفاني لازم اعدل يا فالف لازم اصلح شفو هذا هو الموضوع اللي لذلك احنا يعني اندا نحجي بيه اضيف الي هذا انه احنا الميضة ليش نسوي لقاسطرة سؤالي اليك ليش الميض اي حتي سوي لقاسطرة الجواب هو لانه ببساطة انا لازم ميض صار عند ام اي صار عند ساكتة قلبية تخيلوا واحد من شرعين من قلب صارت بخثرة فبتال هاي المنطقة ما هيصالها اوكسجين سين انا لازم اطبو فاي الحالة للكوريناري ارثري ومن اوصل الكوريناري احاول افتحه للشريان لانهو مزدود وبالتالي انا ارجع قدام للهارت زين اوكس احنا فهمني والحمد لله انه هذا هو البولمانري او هذا هو الايورتيك ضاق زين يقول لك انه احنا عدنا مثل ما اتفقنا قلنا انه نرجع للامبريولوجي فيقول لك هذه هي اللفت وهذا هو الرايت وهذا هو البوستيريير كصب حسب الامبريولوجي تشوجها بالاخبر اللي هو يمثل هذا هو البوستيريير والاصفر المثل اللاتراض والازرق المثل الرايت او اللفت و الرايت زينيين هزا نحكي عن الشرايين اللي يتطلع من عدهم يقول لك انه انت الليفت يطلع من عنده منه و الرايت يطلع من عنده ريت كوريناري ارثر هنا الطلاب يجريك إمبريولجيك لبالمناري فالب has right, left and anterior شوف شوف عند anterior, right and left زين بينما الأيورتك فالب عنده right, left and posterior شوف شوف left, right and posterior هاي التسميات هي بصراحة تطابق الأصل مالكل coronary artery نحن عندنا right coronary artery اللي هو يطلع من right cusp والleft coronary artery يطلع من left cusp أو left cleavlet نطلاب يجريك the right coronary artery جاي from the right aortic sinus اللي هو سوبرير to the right cusp of the aortic valve والleft coronary artery جاي من يل من left aortic sinus اللي هو سوبرير to the left cusp of the aortic valve يجريك باستيريار ما عنده أي coronary في السميش of the non-coronary levlet أو non-coronary cusp هذا هو الفكرة من الموضوع هذا هو الشغلة اللي سنوصلها من هذا حاجة كل لديه هذا الطلاب راح نبدأ نحن نحن عن الكاتر of the heart الهارت جاي شون جاي يسوي كهربائية وشون جاي يصير بي خلوا لكم heart beat من نتفق و joking omnip عس singer شون جاي أنت عندك the sa node و the av node و كذلك أنت عندك شهز بالضبط الوضع من الموضوع مولدة للشحنات الكهربائية والمولدة تدز الكهرباء إلى محول المحولة يسميه A-V-Node المولدة يسميه S-A-Node Sino-Aterial Node S-A-Node هذه هي المولدة المحولة يسميه A-V-Node هي Aterio-Centricular Node شعب خلوا بباركم هذه الخلايا هي Not Nervous Tissue هذه مو نير It is not Nerve Tissue ليست نسيج عصبي رجاء عن هذا الخطأ يعني ليس بس شائع خطأ جدا جدا شائع ويحشون بأطباء وأخصائي رجاء شباب أن هذه الخلايا اللي موجودة بالهارت اللي وطيفة تنقل إشاركة أربائية هي ليست Neurons ليست خلايا عصبية هي بالحقيقة خلايا قلبية هي muscle cell لكنها تحورت لأداء وظيفة نقل إشاركة أربائية They are myocytes أو cardio myocytes إذن هارت تشيو هارت تشيو له القدرة على نقل إشاركة أربائي باختصار نقل إشاركة أربائية سينو أتريال نوت هي جاية أو تتكون بالففث week in the intra-huterine life عمر الخمس أسابيع يتكون Initially it is located in the right wall all of the sinus venus شعب هي ببداية موجودة in the sinus venus أو بين قوسي الطلاب inside the atrium يعني سوف نقل إشاركة أربائية موجودة أربائية موجودة كبير يقسم إلى جزئين عفوا شعوب يعني هالطريقات هذا هو IVC وهذا هو SVC هنا يبدأ لك أكو خلايا هي هنا أنا موقع لما ما يدخل قلنا بعدين شعوب يبقى ينسحب إلى داخل الاتريا فبالتالي راح تبقى يتحرك مكان الأسعي نود ويصير كلش قريب طبعا كلش كلش قريب على السبيريار بينيكيب يوم الأوبنين سبيريار بينيكيب طلع The AV node and the AV bundle of his هذه هي طبعا AV node هذه هي AV bundle of his طبعا طبعا أخبركم الموضوع وكأنه بطلط لنا بتدخيل هو الجدر والساق هو bundle of his ثم تتفرع إلى تشجرات نحن 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 نغترق لكم أربع يلي they are derived from the cells in the cell wall of the sinus venus and the AV canal هي شباب هذي مشتقة من الخلايا الموجودة في داخل sinus venus وأيضا الwalls مع ال AV canal After the incorporation of sinus venus into the right atria هاي الخلايا اللي هي موجودة شباب بالقاعدة مع الاترية تحديد شباب in the base of the atrial septum قريبة كلش عن coronary sinus opening هذي رح تتحول إلى شباب AV node and AV bundle of his ثم طلال رح نتكلم عن البركنجي فايبر واللي هي جاية from the AV bundle passes from the atrium into the ventricle شباب خليباكم هذي مجموعة من الخلايا هي أصلا في الاتريم لكنها قررت أن تهاجر إلى داخل ال ventricle وعيد أي كل فكرة they are not nervous tissue they are بالحقيقة cardiomyocytes هنا بالحقيقة شوفهم myocardium هنا طلب يقولك أن هذه الخلايا هي بالحقيقة تنقسم إلى two parts left branch and right branch وهذا هنا distributed على طول myocardium هنا طلب يقولك the SA the AV and the AV bundle are richly innervated by autonomic nervous tissue هنا يقولك هذه الخلايا هي AV bundle والAV node راح يجيها بالمستقبل طولها طبعا the vagus innervation بالإضافة لكثير من autonomic nerve fiber في المستقبل ليس الآن ليس في المراحلة الأولى للتكوين جنين هنا يقولك the conducting system is well developed before nervous fibers enter the heart يعني أنه أصلا يعني هذه ال conducting system هي بحقي cardiomyocytes راح تتطور وتصبح جيدة وتعمل بصورة كاملة أصلا قبل أن يتكمل قبل أن يصل إلى nerve fibers اشتفتهم هنا أنا تفتهم أنه هذه ليست nerves إنما هي cardiomyocytes the conducting system is made of of specialized cardiomyocytes we are normally and normally it is only pathway that innervates our impulses and conduct them rapidly throughout the heart وهي الطريقة الوحيدة حتى تتوصل بإشارات على طول وهي المسؤولة عن بالهارت وهي هو بالحقيقة مايوجينيك هذه عبارة عن خلايا عضلية وليست خلايا عصبية هس الطلاب راح نرجع من جديد يعني صحيح تقريبا طويلة عن كل تراكيبة عاجينا عن سبتام والتا عاجينا على الأثريا والفنتركل وشونين فاصلون عاجينا على عيورتة عاجينا على والبلمانرة ومع عاجينا على ال كمراجعة بسيطة ما هي الخلايا التي تكونها ما هي طبقات القلب أول شيء الاندو كارديوم ثم مايو كارديوم ليعضلات القلب وكذلك الابيكارديوم هي الطبقة التي تغطي المايوكارديوم هنا طلاب طبعا هناك مسافة سموه ذبريكارديالس بيس بعدين يجينا احنا ذبريكارديوم بري كارديوم خير باكم شوف هذه هي طبقات القلب وهذا هو الغشاء الذي يحيط في القلب اللي هو ذبريكارديوم او شغاف القلب شوف وكأنه بالضبط الموضوع مثل السيف والغمد ما لديه وكأنه الهارت هو يدخل فيه غمد الآن سوف تشوفون بالصورة الجاي وكأنه هذا هو الهارت يعني هذا ستشيل حشينا شاب بالمحاضرة الفاتت قلت لك وكأنه الهارت يعني هو مكون من انبوبة هاي الانبوبة هي الاندوكارديوم هاي الانبوبة راح توقع في وسط سرير هذا السرير هو يعني الكارديك جلي بالاضافة الى طبعا the myocardial mantle اللي راح تكون لك طبعا myocardium والabicardium ثم هذين الاثنيناتهم راح يقعون على سرير الصلب هذا السرير الصلب راح ينطوي دائر ميدورهم مثل ما تلعون طلاب هو هذا في الحقيقة تشبيه كل شحول الموضوع وكأنه واحد جاي يلكمفد مادة جلاتينية اللي هو هاي المادة اللي راح تكون في المستقبل طعا شاب the baricardium اللي هي أخشية القلب او الغشاء الخارجي للقلب لو تلعون طلاب هو مكون من طبقتين طبقة داخلية القريبة على الهارت إذيه visceral layer والطبقة البعيدة يسموها the barital layer شو شاب the baricardium هو مكون من نقطتين أولا cirrus baricardium and fibrous baricardium cirrus baricardium خلي بغي شوف هاي تفاصيل كلش دقيقة تلقاه إن شاء الله بالهيستولوجيا حاجة عنه بكل تفاصيل cirrus baricardium نحن نتركه في هالسلائد نحن نحن عنه بثلالات الجاية the fibrous baricardium هو مكون من visceral layer and parital layer زين يقول لك شوف the visceral baricardium of cirrus baricardium is derived from the splancopluric mesoderm lining the dorsal side of the baricardial cavity بينما the barital layer يعني الطلب هاي مكونة من somatopluric mesoderm اللي هو يبطل ventral side of the baricardial cavity شو نحل الكلمات شو نحل موبو هذا أشو دخنة أو لك ببساطة الطلاب تشوفون احنا قلنا انه الheart جاي ينمو جاي ينمو فيه يعني وهو جاي يضغط عليه مادة هاي المادة مثل ما تلاحظون طلاب اللي هي هاي ش دي يقول لك دي يقول لك انه انت ببساطة وكأن هاي المادة اللي تلاحوه طلاب لحظوا وكأن هاي المادة وهو الheart جاي ينمو في داخلها جاي تضغط عليه وشاي ياخذ شكله هاي المادة طبع طلاب واخلة أصلها من نوع من أنواع الميزوذيرم الإسماء ثiuID سبلانكوب ميزوذيرم والأخرى مكونة من سوماتيوب ميزوذيرم تقولون trabajo ما هي الكلمات ما هي القصة ما هي موضوع هذا الموضوع بالذات إن شاء الله Because this question is في المحاضرة będzie حتى تفهمك ما يعني سبلانكوب ميزوذيرم أو ما يعني سوماتيوب ميزوريم هذا الحجمة يحتاج إلى محاضرة كاملة تفهمك شو هذاني هسا بها اللعبة هاي قيدك تحفظ الموضوع حفظ يعني ممكن يجيك علي امزكيوات فيزرال ميزودرم شو اصلا وكذلك الطريطان ميزودرم شو اصلا هزا شاب لو نحكي عن طريقة يعني تكوين موضوع كلش بسيط هاي الصورة تكفي هاي الصورة ايضا تكفي هاي الصورة توضح نفسها اصلا طلاب هسا نحن بغي نتكلم شوان بالضبط تصير الفورميشن طلاب طلاب هاي الموضوع حتى شوية مراجعة عندك للكورس اللي فات يقولك تبريكاتي الكافتي هو اصلا من الانترى امبريونيك سلوم اللي هو خانكو علي طلاب the main cavity inside the embryo lies in the midline cranial to pre-chordal plate وجود في الوسط يقولك تبريكاتي الكافتي هو اصلا من الانترى امبريونيك سلوم اللي هو خانكو علي طلاب the main cavity inside the embryo شوان الموضوع ما بيدي يقولك انه انت عندك هذا هو the يعني بريكارديال كافتي مثل ما نشوفون شوان هذا الموضوع ايضا حتى شنا باول محاضرة انه the endocardial يعني tubes هي بالحقيقة جاي تحفز the myo epithelial mantle اللي جواها وجواها هو the epicardial cavity epicardial التي طلاب مكون من طبقتين طبقة عليا وطبقة سفلة راح يجي شابب ال endocardial يعني شابب من جديد ال endocardial tubes راح تضغط عليهم شو شابب جاي تعصرهم واثنينهم شو شابب انتيريار وهذا هو lateral هذا انتيريار لي وهذا هو lateral شو شابب ال heart tubes جاي تعصر الطبقتين مع بعضها وتحاول تتحيضه إذا سبلانكو فلوريك ميزو ديرم on the dorsal aspect of the barycardial cavity كافتر حسبو له كده myo epicardial mantle هاي طلاب الطبقة العليا هنا نسميه myo epicardial mantle اللي هي جزء من السبلانكو فلوريك بينما الجزء البعيد هو بالحقيقة somato chluric يليك طلاب هناني وتقفون the heart tube يعني يجبر البريكارديال tube انه ينطبق على روحه invaginate the barycardial cavity dorsal aspect since it gets completely covered by myo يعني epicardial mantle هاي المايو epicardial mantle راح يطلع منعتها epicardium من اسمها myo epicardial يطلع منعتها myo epicardium وكذلك myocardium وأيضا شو يطلع منعتها the visceral layer of the barycardium يوم الموضوع نوعا ما هنا يحتاج من عندك شوي حفظ تركز وياه كل زين ويضافة إلى مراجعة في المحاضرات السابقة هاي سنبدأ بالجزء المهم من محاضرات اللي هو congenital abnormalities of the heart نبدأ اول نقطة طلاب هي dextrocardia dextrocardia انه الheart شاب يكون باليمني هي هاي الحالة المعروفة انه الميض قلبي يصر باليمني كليتنا سامعين بيمني ما حال من عندنا فاهمه طلاب للوهلة الاولى انت شعب بالك انه هذي هو صورة طبيعية للهارت احنا متل ما نشوفوا تخيلوا وياه the thumb is the aorta هاي الصورة المعتادة لمرسومه بعقلنا وهذا هو الهارت في وضعيتها الطبيعية من جيد هذا المربع هو chest وانت عندك هذا هو left side وهذا احنا المتعودين على شكل الحمل للهارت يعني لربما للوهلة الاولى من تسمع انه يعني واحد قلبه باليمني تصورها انه بهذه الطريقة انه الهارت على حاله متن مكان ما كان باليسرة راح لليمني هذا للوهلة الاولى هيج تفكر عليك الفكرة انه تتخيل اللوهلة الاولى عبالك انه هذا هو الهارت الطبيعي هذا الهارت البليسرة يعني من تسمع معه قلبه باليمني يعني عبالك اوكي الموضوع بسيط هذا هو الهارت بليسرة كما تشوفون هذا الهارت بليسرة فجأة يتحول اليمني لكن الواقع موهيج حتى كن صادق وياك الحقيقة موهيج في الحقيقة لما المريض يكون القلب بليسرة معناها انه الهارت منطيق posterior aspect منطيق ظهرة يعني بها الطريقة هاي تشوفون شاب هاي الايورت تشوفون شون رايحة الى الجهة اليمني ليش؟ لان الهارت منطينة posterior side اذاك يعني منجي شاب ركزوا منجي هاي الايورت يعني هذا الفهم الخاطئ مالتني عبالك انه بس الهارت مدني لليمني بعث الايورتة بعثي تروح لليسرة وتنزل للأبقام لا في الحقيقة وكأنه الهارت منطينة posterior aspect مالته مثل ما انه هاي تشوفون شاب هاي تشوفون شاب الحقيقة الايورتة راح تبقى تروح لليمني تشوفون شاب هذا هو ابكس هذا هو يعني شاب من جديد هذا يعني يعني posterior aspect يقول ماamous قليتها محكوزة حال حالي المرر يعني كنتي شوفون شاب المراي جميع المشروع يتصطيع البدر هاي بلد اللالي لذلك الغرب رشو هاي هاي فعليه الطلاب ديكسترو كاردي مو بس الهارت الهارت والفزل ما تطالع من عنده كلية معكوزة وكأنه أنت تشوفها بالمرأي فعليه الطلاب كل التراكبية المفوض صورة طبيعية الموجودة مو بصورة طبيعية المفوضة تدخي على الهارت بدأتغني على المفوضة فعليه الطلاب هارت تيوب مفوضة مو بس الهارت تيوب ستببببببت لركي فعليه الطلاب لنجد الكفرار الألقاء يتضع على الصين، ومن ثاني يوجد جرام كل الألقاء معكوزة ألقاء الكاردية اردته مع سايتس و ارتس ليس فقط الجرام غير الألقاء سنعرف أن السلاق يوجد على الصين سألت له تسوي يعني في نفسك راح تشوف انه الليبر موجود عجين يمني سايتس انفيرتس معناها اوه 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 راح تلقى الليبر باليسرة والسبلين باليمني يعني السبلين راح تلقى باليمني ولكذلك الليبر راح تلقى باليسرة فالشي يعني كل شي غريب تقدرون تبحثون عن هاي الحالة طبعا الطولة بيسموا بالنسبة طبعا الطبيعي هو المجدد من المشكلة ترقبكم هالمرة مشكلة مو بالتركيب اي ما انتهيه ليست في الاطوائر الاوه اي انه في اليمان الهارف يشتغل طبيعي ومه بأي مشكلة وكنا سامعين القصص عالناس منظر ضوء الطلقة على قلبهم وعاشو لان هما تصبح لتركيب فيه فهذا الموضع شاب يعتبر اكثر انواع مشكلة بالبوزيشن اف ده هارت نقطة ثانية طلاب هي اكتوبيا كوردس اكتوبيا كوردس هي اكتوبيا معنى خارج المكان يعني وكأنه الهارت خارج مكانه يطلب انه خارج مكانه يكون الهارت ميدخل الى داخل يعني الامبريو يبقى بره الامبريو ويتطور خارج الامبريو يقول لك رح يكون الهارت ميدخل خارج الثوركس شوف شوف هذا هو الهارت خارج الثوركس وهذه الحالة الطلب تصير دوتو نن يونين اف تو ستيرنال بليتس اف دبلوبين ستيرنال نحن مشكلة شاب نهائين ميد من الهارت يعني مشكلة ميد من ستيرنال ستيرنال مفروض بي يعني خليل صبيحتين يربطون مع بعضهم اذا ما ربطان الهارت سيطلع اللي بره يقول لك هذا الشيء يعني موجود يعني خليوا بالكم يسبب انه هواي مشاكل اول مشكلة واهم مشكلة طلاب هي خلال ولاده شون تخلي طفل ينولد والهارت مالتع بره جسمه هاي مشكلة كل شبيرة يعني دائما شاب نولدهم ولاده قيصارية عيوة يعني شاب لها اي تركيب من تراكب الجسم بس يطلع بره الجسم خليوا بالكم مرح ينموا في صورة صحيح فبالتالي دائما يموتون ورا يوم يوما من ولاده نادرا ما يطولون هذا الطلاب راح نبدأ نحكة عن سابتال ديفكت او تحديدا اتريال سابتال ديفكت المشاكل ممكن صل بالاترية يقول لك هاي الحالة يعني هاي الحالة شباب نوعا ما كمان ستة بوينت اربعة خلق سبع اطفال كل عشرة الاف ولاده من كل عشرة الاف ولاده اكو ستة الى سبع اطفال ومعتم تشوهات او في اتحاب القلب تقريبا شباب ومعتم تشوهات او في اتحاب المال ان شاب الفيميل سيزر بيهو مرتين اكتر من المال there is a mixing of oxygenated and deoxygenated the blood thereby giving raise to symptoms like cyanosis breathlessness شنو معنى طلاب تخيل وياي انو انت عندك شوف شاب هذه هي هذا هو الهارت خيل وياي طلاب انو احنا راح نقسمه الى two chambers يمين ويسار هذا هو ال left هذا هو ال right تخيل وياي انو احت عندك هنانا ممر زين انا لكم التفقين انو right side هو دا يجي الدم الذي يحتوى على ال auto دا يجي من المشينة left side هو دا يسترم الدم اللي ما بيه auto يعني هذا طلابها هنا no auto فلذلك يا شاب شنو اللي دا يصير المفروض هذا يعني الدم يروح الى داخل left side ال left side يروح الى داخل الانحاء الجسم كليتها وبعدين من جديد كلية يرجى الى داخل المشينة طبعا يروح يسترم اوكسجين ويرجع ال right طبعا ان شاء الله بالمستقبل الفكرة انو لما ما يصير انت عندك اتريال تضيفك راح يختلط الدم الذي لا يحتوي على اوكسجين يعني وكأنه انت بالضبط شاب لا تخلط مادتين او مثل الرياضيات انو انت عندك هاي مادة مليونة اوكسجين بيها كل شو واي اوكسجين ومادة لخ ما بيها اي اوكسجين شوف هذا الاوتو عالي هنا الاوتو قريل من تخلطهم راح تحصل المتوسط بيناتو تخيلوا هذا اده مية بالمية اوكسجين هذا عنده عشرين بالمية او صفر بالمية او عشرة بالمية فبالتالي الجسم كوية تشكلتها حصل بخمسين بالمية اوكسجين هذا يؤدي الى سيانوس وهو يعتبر نوع انوعة الاتريال سينا هواي نحن نحكة امن اول المشكلة شابة انه هو بالحقيقة فال يعني فرامنا يعني هذا هو طلب لما انه انت بصراحة يصير عندك سبتم بريموم بس هذا السبتم بريموم ما يكمل شغل للاخير ما يوصل سيقف لك فراغ وهالفراغ جدا كبير لا يمكن ملئة ويسوي لك خلط زين المرة المشكلة المرة ما يقدر يعني يعني مرح يتحمل كل المشاكل وهيبقى يمشيه وهي دم فتخرب الفجوة مالته. هنا اقول لك طلاب فورامنا ساكن دم رمين لارج ان انكلوز و اوسيام ساكن دم رح سر بيه دفكت. ان هذا هو يعتبر دموست سيجنيفكنت ارتيريال سابتن دفكت. شوف هذا هو الاخطر. الموست سيجنيفكنت. زي. خلي بباركم شين الموست كمو شين الاكتر شيوعا شين اكتر شي نشوفه بالمستشفى. بارزست فورامنا او فاضي. شوف. ان الفورامنا او فاضي المفوض الانسان اول مين ولده. خلال ساعات هي تنسد. مرات تبقى. تبقى الفورامنا او فاضي ممزدولة. يقول لك طلاب بتوين اللي هو بصورة طبيعية فونكشولي المرى يعني فلذلك يعني خلي باركم حتى ممكن انت بتجراحة اتمرر الصوندا مالتك او الكاميرا مالتك بيناتهم. نا طلاب يقول لك هذا هو بالحقيقة المست كامل كونجينتر اما انا مضي يعتبر اكثر انواع الشيوع للاي اس دي صغيرة ومساوية لك مشاكل ممكن انه يعني تعوف الموضوع لحد عمر ثلاثين سنة. يعني هذا الطفل يصر عمر ثلاثين سنة وهو عندك لا تحب قلبه ما عدا اي مشكلة. ان هي حجمها صغير مماثرة. زي. بريمتشول برينيتر او او ذا فراملة. المرأة الطلاب فينه يصبح بالعكس. مو تبقى مفتوحة. الطفل وهو صغير داخل رحم وما يتنسد. هذا الموضوع سأوليك مش كي يكون شي بينا طبعا طلاب. خلو باركم. يعني انه انت المفروض انه صورة طبيعية خلال يعني حياة الجنين انه الدم يجي للرايت سايد يعبر لللاف سايد من عنده الانحاء الجسم. المرأة طلاب هنا ان القناة السويس خنقول او هاي القناة الضيقة اللي تسبح لديه عبور الدم مسدودة. راح يقدم هنا. طلاب. هذا راح يسوي لك. الدم ده يجي ده يروح وخليه ده يكبر. وهذا طبعا طلاب يسوي لك. لا طلاب هذا هو يعتبر شباب خلي باركم. دمارا. هذي الاكثر موتن. انا اكثر الاطفال يموتون من اعته. هذي شباب يسمونه يعني طلاب. شين انه اصلا الطفل ما عنده اي سبتم. هاي صغير من اتري. فالطريقة هاي. هاي الحالة شباب اس كومبيت ابسنس اوف ذي انترا اتريال سبتم. دولي ثناتهم صغيرين واحد. ما كوي سبتم. وهذا طبعا شباب يعني بالتالي القلب صار مكوم من ثلاث حجر. اللي هي الاتريا سوى. والفنتريكلز كل واحد. انا هذي شباب هذي فنتريكل هذي فنتريكل هذي فنتريكل. يعني مفصولة واتريا هي واحد. او لربما يعني هذا الرسم افضل. هذي هي فنتريكل. هذا مفصول الى اثنين. والاتريا هي واحدة. فالصراحة شباب هذا يعني الموضوع. اغلبية متونة. وهنا الاغلبية البال اللي حق على علاجه. هسه طلاب راح نبدو نعكي عن اكثر مشكلة شيوعا على الاطلاق في القلب. او اكثر التشوهات تجيك الى مستشفى الطفل. او مستشفى الطفل والولادة او مستشفىات الولادة. هو طلاب منعرف بالفي اس دي. المشكلة شابوين بالفنتريكل. حتى المشكلة بالفنتريكل. يعني اوخ نقول الفتحة بالفنتريكل. يعني تجيك اكثر تشوفها اكثر من الاتريا. ليه الشباب. متل ما احجينا. انه يحتاج الى انه يحتاج الى انه يحتاج المسكولر سبتم ويحتاج اللي فوقها لهي البالبار رجز. هذين شاب كل يتهن يتعاون في تكوين الممبراني سبارت. والممبراني سبارت هو اخر شيء يتكون فعليه الطلاب دائما يصرف هالموضوع. ويسوي لك انترافنتريكلر سبتم. it is caused by failure of a fusion of the right and left pulpar ridge. with the iv. يعني with the three ventricular cushion. which forms the membranous part of the انترافنتريكلر سبتم. لذلك اكبرز ديفكت ان اي في سبتم that result in communication between the right and left. طبعا شاء راح يدي الى التواصل بين الرايت والليفت. والدم راح يروح عادة هذا المعتاد عليه شباب. بما انه الضغط في داخل الليفت سايد اعلى بكثير منه في داخل الرايت سايد منش شباب. هذا هو الليفت سايد. هذا يدز دم للأيورتي. يدز دم للجسم كليته. هنا لأيورتي مربوطة بالليفت سايد. من المرات سايد هي مربوطة ببس. يعني بالمناري آر تريس. لذلك اغلب الدم اذا صار هناك فجوان يروح. from the left side to the right side. معتمادا على pressure gradient. معتمادا على الضغط والقوة. الليفت سايد اقوى بكثير. يرسل كل الدم الى الرايت. a blood flows from the left to the right ventricle as a result. left to right. shunting of the blood. the output of the left ventricle is reduced. فانت دي شوف نجاو الدم وكأنه ديروح from the left side ديروح الى الرايت. هاي الحال شاو. اول شي راح يدز دم في قدرته. ثانيا انه الليفت راح تقل كمية اللي تم ارساله. كنسيكوتيت the patient combling of excessive fatigue on exertion. راري the defect me be present in the muscular part of the ai B. عن طلاب خرباكم ما يضح يعاني من بس يتعب بس يمشي شوي راح سال لهونه ازرك. لان طلاب بساطة left side اشقال ما يضغط امدي ايو أكتر جزء من عندها راح ينباك راح يبقى روح لل رايت سايد. هسا راح ان شباب عن التترا تولوجيش الفالوت وعن تفاصيله وهذا موضع كلش كلش مهم طلاب مبدئيا شنو هو تيراتولوجي أوف فالو شنو يعني تيراتولوجي طلاب رباعية فالو شنو رباعية نطلب أربع مشاكل ليستران دفعة واحدة نسميهم تيراتولوجي أوف فالو أربع مشاكل طلعون سوى الاكتشاف منه والعالم اسمه فالو أو فالوت يعني شاب سامحوا ما يقولوننا فالوت بس هو الكل الأجانب يسمون فالو تي سايلنز ما يقولون انت ما يلو فوح فالتيراتولوجي أوف فالو هي أربع مشاكل يجني دفعة واحدة يعني سوى في نفس الهارت شون هذين مشاكل الأربعة أنا هنا نكاتب لكيان بل من ناري out of flow tract obstruction ventricular septal defect overriding aorta right ventricular hypertrophy شاب شاب إحنا ليش دي نركز على هذا المرض بالذات لأنه هو شائع جدا جدا شائع شاب خليبكم ثلاثة من كل عشرة آلاف طفل يولد هو عند هاي تيراتولوجي أوف فالو بالمستقبل إن شاء الله تروح رتد الأطفال والخدج لازم تلقى لك طفل عند تيراتولوجي أوف فالو ما بيها مجال تخيلوا باكم شاب يعني شنو المشكلة الأساسية منين بدت هنه صح أربعة بس هي خيلوا باكم الموضوع يعني شاب هو مثل يعني أحجار الدومينو من تدفعوا واحدة راح توقع الثاني وثاني توقع الثالثة وثاني توقع الرابع يعني هناك مسبب أدى إلى أن هنه الأربعة كون يصغير شاب المسبب الحقيقي هي بسرعة طلاب بسرعة طلاب تؤدي إلى أنو ببساطة شاب مدى الربط الهارت صح من المدى الربط بيصاح ببساطة طلاب مثل ما نعرف عدنا رايت هذا طبيعي أنه انت عندك وعندك وعندك يعني شاب الدم ده يجي من الريت أتريم يروح للريت فنتريكل بعد يروح للبلمونري راح يروح للرأة ينمي لي أكسجين ويرجع عن طريق اللفت أتريم من اللفت أتريم راح ينزل للليفت فنتريكل وليفت فنتريكل راح يضغط يودي الدم عن طريق الأيورتل يكون أنحاء الجسم وبعدين هذا الدم راح يرجع من جديد للريت أتريم وتنعات القصة هنا المشكلة شباب بالحقيقة هذه ها هي المشكلة الأساسية شباب راح يصير عندك هنا انسداد في الفتحة اللي تربط الريت فنتريكل مع الريت فنتريكل هاي رأس كل مشكلة رأس كل مصيبة خليباكم شباب من راح تنسد ارتباط الريت فنتريكل وهي الريت فنتريكل راح يجمع بالدم يؤدي إلى النقطة الثانية اللي هي شباب رايت فنتريكل هاي بارتروفي يعني انت من تخيل شباب انو انت ده الضخ في صندة مزدودة يعني او صمام مزدود او في يعني ارتري مزدود انت عندك شباب الارتري دي يتكون والفنتريكل دي يتكون بس هنا المشكلة شباب هي هنا انا دي يصير عندك بلمانري out of lot of rect obstruction هنا شباب الكونس كودس هنا خربانة بعد تبقى مزدودة او بساطة طلاب هنا انا الفالف يبقى مزدود فالفنتريكل راح يكبر هاي هي المشكلة الاولى مشكلة ثانية شباب الفنتريكل راح يكبر 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 راح يؤدي الى تضخم وكبر في يعني رايد فنتريكل هذا راح يسوي لك رايد فنتريكل هاي برد روفي والدم راح يحاول يشرت باي طريقة وباي اسلوب فشي سيجب يخرب الممبريناس بارت اف the interventricular septum يخرب قلنا هذا هو موسكولر بارت صعوبة هاي عضلات بصعوبة انو نفلجها بينما هناك قطعة هيش تبقى مربوطة مع الاندوكارديو الكشن سميناها الممبريناس بارت راح يخربه فراح يؤدي الى المشكلة الثالثة اللي هي ventricular septal defect مشكلة بالسبتم اللي between the ventricles فاذا طلاب رأسي المشكلة هي pulmonary outer tract obstruction تؤدي الى right ventricular hypertrophy وتؤدي الى يعني ventricular septal defect او اختصاراً vsd ventricular septal defect تبقى المشكلة الرابعة هي overriding aorta هذا الموضوع طلاب راح نبقى نحشى عالنا بسلاك اللي جاء لذلك طلاب اناماليز اوف ذا ترانكو كونال سبريشن عندنا مشكلة يا شباب هنا الها علاقة بالكونوس كوردس وكذلك الترانكوس ارثريوسس اهمها طلاب هو تراتولوجي اوف فالو شي سيصر عنده يا شباب المشكلة الاساسية ستينوسس دفك راح ستعدك مشكلة بالسبتة عيسر عندك هايبر تروفي بالرايد ventricle بيضافة طلاب اوفر رايد ايورتا ببساطة شاب الايورتا راح يبقي ينزح من مكانه راح يبقي ينجر من مكانه فبصراح الايورتا مين ربطوية صح يسمو اوفر رايد ايورتا بيضافة طلاب هايبر تروفي بالرايد ventricle and it is cyanotic disease of newborn شين سيانوتك طلاب معناها انه الطفل يصير لونه ازرق يزرق ليش يعني ببساطة شاب right ventricle وظيفته انه يدز الدم الى pulmonary artery حتى ينميلي اوكسجي انه طلاب ماذا يقدر ببساطة هاي النقطة مزدودة فالطفل راح يصير لونه ازرق يعني خليبكم شاب ببساطة بصعوبة ندز دم للرأة فلذلك طلاب هاسرح نبقى نتكلم عن تيترالوجي اوف فالوت اللي هي حالة تصير عبارة عن يعني خريط من اربع حالات خليبكم شاب المشكلة الاساسية هي الاندو كارديو كشنز احتروح وين تذرايت بصراحة راح سوي لك pulmonar stenosis هي او مشكلة واهم مشكلة انه طلاب ستصير هارة عن überriding die aorta على راح يعد الظنية überrides intraventricular septal لابن الاربع يصل عندك انت بالميرس دينوسيس اوبر رايدين ايورتا انترافنتوكلا سابتال ديفكت وبالتالي رايس عندك هايبرتروفي او الرايت سايت ها نستغلع طبعا هذا الكويت اشعب رايت توليفت شانتين الدم راح يروح طبعا ما يؤدي الى ساينوسيس خلبي باكوش مجي رايت توليفت شانتين الدم اللي هو يعني هذا نيروح الى الاخر لفت سايت ويحتوي على الكثير من الاكسيجين رايت توليفت شانتين ويعتبر اكثر سبب يعني يسببوا ساينوسيس بالهارت باعات يا طلاب راح نبقى ان يتكلم عن ترانسبوزيشن اوف غريت فيزولز اتخيلوا يا طلاب المفوض انه هذا يعني السبتم ستكون سبايرل اتخيلوا يا طلاب لو كان مستقيم عدل فبالتالي هايذا راح تنقسم بصورة مستقيمة فراح شيصر شباب سيحصل هنا هو البلمياري ترانك وهنا سيحصل الايورتي هذا هو اللي يصر شباب يقولك فيلير يعني يقولك نشر يعني ascending aorta from the right ventricle والبلمياري ترانك جاي from the left ventricle هاي السببه يعني وكأنه انت ما سويت هذي السبايرل وكأن انت ما فرعت الايورتي والبلمياري بقوا على حالهم ونقصوا شون كورونالي او مرات شابش نقول نقصوا الحقيقة الساجدة فهذا هو البلمياري يعني ترانك يطلع from the left ventricle بينما الايورتي يطلع from the right ventricle اخر شيو شاب هي ما يعرف بال ما هي الصمامات تخيلوا يا هاي نحن قلنا انها تبقى حره ومن يمشى الدم يحولها الى للهربلس مثل ما يرون يحولها الى عبارة عن رقائق وصفائح خيلوا يا طلاب يا اما ثلاثة هم يتكونا اجنسوس يعني يقولك مكو كيميا كافية من الانسجة حتى تكون لك tricuspid valve او مرة شاب شون تلاتهم موجودين ويطابقون ويسدون الفالف بس يعني الفالف ما يكونوا الداخل فجوة تسمع بمرور الماء هنا يقول لك tricuspid atriagia دائما يكون وياه بيتنتفرامنا أوبالي بإضافة الى ventricular septal defect وبإضافة الى underdeveloped right ventricle ريت ventricle مرة يتطور زين من شيء شابا وهذه مزدودة فهذا الright ventricle مرة يتطور حيث عندك interventricular septum يعني defect أو BSD وهذه فورامنا أوبالي هي تعتبر المهرب الوحيد الى داخل طبعا طلاب وhypertrophy of the right ventricle طبعا طلاب واللي هنا أنا أشكركم جزيلا شكر على حسن استماعكم أتمنى لكم يا رب كل التوفيق بحياتكم على طول هذه السنة وأشوفكم في أعلى على المرات موسيقى